مساء الخير مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجكم استاد النهار عودناكم على منقاشة الكثير من الملفات المهمة في أرياضة الجزائرية طبعا اليوم نتحدث عن الجمعية العامة للرابطة الوطنية وطبعا للفاف التي ستكون أيضا الأولى يوم الأربعة والثانية يوم الخميس إضافة إلى حصيلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هل تحولت فعلا اتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى اتحادية المنتخب الوطني طبعا مع ضيوف الكرام دائما اعتزوا وأكونوا سعيدا بتواجدين مع ضيوف الكرام ريضا عباس من أبرز صحفين طبعا في الجزائر صحفي يومية الخبر مساء الخير مساء الخير وشكرا على الاستضافة أهلا بك وأيضا نصر الدين بغدادي محافظ مباراة ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية أسبق مساء الخير مساء الخير وشكركم عن دعوة إن شاء الله ما تكونش استهلكت كل قوات تاعك في الكواليس وأيضا واحد من أبرز أيضا الصحفيين مرشيد عباد من صحيفة ليبرتي مساء الخير مساء الخير حكيم مرحبا بكم أهلا بكم طبعا سيتحق بنا بعد قليل مصطفى معزوزي أيضا الإعلامية طبعا نبدأ بالتقرير الذي أعده لنا محمد قريشي حول الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يقول أن محمد الأولى ربما تم تحويلها إلى اتحادية المنتخب الوطني ونسيان ربما الرياضة المحلية طبعا نتبع هذا التقريب بعد ذلك نعود لنقاش تفضل نستفق دور أي اتحادية في رياضة ما هو العناية بهذه الرياضة من كل الجوانب ومحاولة حل مشاكلها وكذا الدفع بها إلى الأمام لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات والدورات من أصغر فريق إلى المنتخبية الأول منطق غابة أو غيبة في الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر كرة القدم التي تعيش أسوأ حالاتها وتراجع مستوى البطولات الجزائرية بمختلف أقسامها في وقت يهلل والقائمون على شؤونها بالاحتراف الذي بقي حبرا على ورق ولم نجني ثماره حد يساعة الاتحاد يشوف بهذه كما قولوا سيفولي محبوش طور كرة الجزائرية الفرق هنا المحلية رأي كما نشوف مشاكل بين حناشي وورا ورا وورا مشاكل تقدر تقول أكثر شخصية إذك وش من اتحادية دخلنا شغل الليكلوب بتاعنا تدخلوا الاحترافية ما زالهمش من بريباري فطول في بلادنا احنا ما كيمة جيت فهمتحي وضعية تعكس إهمال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بلادنا لدورها ومسؤولياتها في تطوير الكرة إهمال نجده في الفوضى التي تعيشها المطولة الجزائرية وعدز مسؤوليها عن تأطير فرقهم وقيادتهم نحو احتراف حقيقي كالذي بلغته والدول الشقيقة ونجده في العز الواضح في القضاء على إعصاري العنف الذي يعصف بالملاعب الجزائرية أمام مرأة الجميع كما نجده كذلك في التكوين والاعتناء بالفئات الشبانية حتى أصبح ضربا من الخيال النحضة بلاعب واحد خريج مدرسة جزائرية يحمل قميص المنتخب الأول الذي يسير بطريقة عالمية مختلفة تماما وكأنه من عالم آخر غير الجزائر ليصبح درعا تحتني بل تختبئ وراءه هيئة روراوة هربا من إخفاقاتها في الارتقاء بالكرة الجزائرية إلى مرتبة تشرف وجمهور الرياضي في بلادنا المدمن لأفيون الشعوب وضعية تدق ناقوس الخطر وتجبر والسير نحو التغيير وضخ دماء جديدة علها تحقق قوى المطلوب في أعلى هيئة كروية في الجزائر أهلا بكم مشاهدي الكرام طبعا ريضا عباس من هذا التقرير الحديث على أنه المنتخب الوطني والكثير من المال الذي ربما صرف على المنتخب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحديث يجرنا إلى أنه إهمال تام ربما لكرة القدم المحلية قاعدة غير متوازنة تماما بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن لو يكون الآن ندير تنقيط للاتحادية الجزائرية فيما يخص المنتخب الوطن نقدر نقوله باللي عندها تنقيط عالي جدا عشرين على عشرين لكن فيما يخص البوطن المحلية أو الكرة الجزائرية بالخصوص نقدر نقوله باللي عندها ربما واحد على عشرين واحد على عشرين حتى لا نقول صفر حتى من من غيبوش كل الإرادة المتكونة من عند الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حينما نحضره في الأشخاص لأن الأشخاص أروا وروا وغير أروا وروا يبقى أن الاتحادية دارت دور تحاك كما ينبغي فيما يخص المنتخب الوطني ونشوفه الآن المنتخب الوطني يظاهر المنتخبات العالمية ما نحضره في المستوى لكن في الإمكانيات المادية الموفرة للمنتخب الوطني بدل أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لحد الآن ما رايزة تستعمل الإعانة الدولة رايزة تستعمل في الإعانات الخاصة وهذا حاجة إيجابية يا ريضا عباس حاجة إيجابية إلى درجة أسمع باش المنتخب الوطني ولا اللاعبين المنتخب الوطني يتنقلوا بطيارة خاصة نحن بكر وكان العضو السابق في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يقدر يشهد على ذلك كان المنتخب الوطني عندما يتنقل إلى إفريقيا نجد صعوبات كبيرة في الصفر ونبدأ ونحلوه في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع باش نشوفوا طائرة خاصة إلى غير ذلك الآن المنتخب الوطني عنده كل الإمكانيات التي تضاهي الإمكانيات على المنتخبات كبيرة هذا عباس على أي أساس ربما استندت على أنه ربما تمنح نقطة كاملة 20 على 20 مثل ما تقول للمنتخب الوطني ربما يقول لك البعض أنه من ناحية النتائج ما فيش نتائج إيجابية كبيرة باستثناء ربما تأهل إلى المنديال تأهل إلى كسمة فريقيا ما شنا نحضروا على التقارير الأدابي أنا نحضروا على التقارير المالي إذا قلنا نحضروا على الإمكانيات المفرة facilitating الـ منتخب الوطني وهي الشروط الراحة للمنتخب الوطني وليعبي للمنتخب الوطني نلقوا بالكامل للمنتخب الوطني عنده إمكانيات تظاهر المنتخبات العالمية مثل الفرنسا مثل البلجيكا حتى ألمانيا وإسبانيا لكن مش نحضروا على المساوة على المنتخب الوطني هذا أمر آخر لأن المستوى المنتخب الوطني نجد نربطه بالواقع ليراوي الكرة الجزائرية في البطولة المحلية ولا في البداليل هذا ما شاهدناه الآن حكيم المنتخبات حاليا ولا ما عندناش لاعب واحد فقط في المنتخب الوطني الأول لمنتوج بطولة محلية لماذا هذا هو السؤال هذا هو السؤال يبقى متروح والاتحادية تتحمل جزء منه نعم أنا نصر الدين بغداد يروح ليه مباشرة ولكن الانتقاد ربما للاتحادية الجزائية لكرة القدم وأنه لم تطور ربما كرة القدم المحلية يقول لك أنه ليست الاتحادية فقط من تتحمل هذه المسؤولية والله يا شوف بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحبب نقول لك شوف الالجاري دوزنا مرحلة صعبة دوزنا مرحلة صعبة للجاري توفر الاتحادية دوزنا نحن فأم نعدي لها لديه 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 هاي سعيب discrete الاتحادية انعل deserving لا نعت故 نحن 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 نشنج pue الحالة 10 م lineup 10 م學ا وانا الناس هم يتدمج الودی يسفل الرحيم من ناحية حاجة إيجابية شيء إيجابي من ناحية هذه شيء فوق الإيجابي ولكن اليوم ما رأك في كلامك تقول على البطولة الوطنية على الكورة الوطنية عندنا عندنا يونفيدراشيون الجريين دو فوتبول الذي ينزلل لفوتبول 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 يليس لك يقولون 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 جديد فهوالك سترح لفتح وقبل أن نتخزي لفتح سترح لفتح جزنه لفتح انا متوافقين في جنوب إفريقيا اليوم نتكلموا عن البطولة الوطنية ويش تحب تقصد في البطولة الوطنية تحب تقصد أن الرابطة الوطنية لكورة القادمة الرابطة الوطنية ما عندها حتى اوكين بريروغاتيف ما كان اوكين بريروغاتيف انا هنا ونحن المشاهد الكريم اليوم لازم نقولولو منكذبوش عالناس اليوم تو باس بارلا فيدراسون الجليان دو فوتبول ونتحدى حتى اي انسان اللي قولي لو كنترار نتحدى اي واحد اللي قولي لو كنترار اليوم رأيس رابطة موجود احترافيا سيقرباج موجود خليني نهضر سيقرباج سيقرباج رأيس رابطة موجود لا 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 حبيبك سوف اقول لك حاجة سمحلي سيقرباج مرو الصحبي سني بانامي ستنقولك سمحلي 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 أنا اقول لك لما يكون الانسان عنده شخصية قوية ولا واحد يقدر يفرض عليه شي شوف بدليل ربما سيقرباج مروه يبعد شجارو مع رئيس التحدي البياني لا ينسا حبش يا أخي نقول لك شيئا رسميا سيساحب في الجمعية العمان يا صاحبي شوف دعني نهضر يا أخي وديبني لنا ولا غير أنت تهضر نحن نخرج صحة اليوم الفوتبول لسيقى لا فدرسون لسيقى لا فدرسون هكذا تحق سيقى عباس نتعرف نحن علي صحة الفوتبول لسيقى الفوتبول اليوم لا فدرسون لا فدرسون ايش يروح قولي وعلى ايش يروح اليوم لازم هادو يطلبوا من الفيدراسون يعطلوا الصلاحيات شوفوا زيدا نقول لك رازي نضيف لك حاجة ساعدوا لي اسر رابطة اسمح لي اسر رابطة هذا يا والله بيدون مجمال رأيس رابطة على البلك وصفه إسكي لي سيتا نتلكتوها اللي بس بيه سيتا نديركتور جنرال ونبو دون امبرميري رسولات هذا مستوى لا حدا يشك في ربما مستوى محفوظ قرباجو لكننا نتحدث ربما عن تلقيه ضغوطات كبيرة من اتحادية جزائية لكرة القدم وبالضبط من رئيسها محمد روراو دون ربما أن نتهم الشخص بحد ذاته أنا نتحدث ربما راشيد عبات يعني لو نتحدث الاتحادية جزائية لكرة القدم قبل الجمعية العامة لا ستكون يوم الخميس نحسه وكأن الاتحادية جزائية لكرة القدم ما أعطاش إضافة لكرة القدم المحلية صح؟ لا شوف في هذا الشطر في الجواب تأكفيها إجابتين سؤالتك في إجابتين أنا أحب أن نعرجع له واش قلت قبل بداية الحصة تكلمت على الأموال والأموال الباهضة التي تصرف على المنتخب الوطني أنا أقول لك سي حاكيم أن الفيدرال الجزائرية لو كان قارنوها ببعض الفيدريات الأفريقية من رحوش الأوروبا تقعها ربما من أفقر الفيدراليات ونعطيك نعم نعطيك نحن في المغرب العربي في المغرب اللي بيجي لأن لو كان تشوف اليوم الفيدرال الجزائيات تتلقى حوالي ثلاث ملايين دولار من السلطات العمومية اللي هي خمسة وثلاثين مليار سنتيم اللي راهي تمدها السلطات العمومية الفيدرالية يعني خمسة وثلاثين مليار فيها فيدرالية صرف مسبونسوري سأعود لك رضا عبستو يتدخل في هذا نعم في هذه النقطة ببارك نعم فضل في هذه النقطة اللي تطرقت لها وانتحادية لحد الآن أنا راهي وحدة ربع سنين ولا خمس سلوات ما زال ما مستش الميزانية تعل وزارة شباب ورياضة لكن هذا لا يعني أنها ماشي في بحبوحة مالية لا هذا لا يعني يمكن تصليفها منظر أفقر حديثي أفريقيا ماشي اسمح لي ريدا ماشي من هدك الناحية مانيش أقول لكم بحبوحة أنا نقدر بحبوحة نعطيك ببريش حالكي اليوم ببريش حالكي اليوم براتيكم رايتش بتات بلج دو سان مليار رجل وش أعطات في الهدية يعني أضر أن اليوم كين بلج دو سان مليار دون الكاس دول الفيدرالي يعني هذا نعم نتكلموا من ناحية من ناحية الدعم تعدولها عندما تقارن الفيدرالي الجزائرية مع فيدرالية بريشان في جنوب إفريقيا فيه فيه يعني فرق كبير وعندما تقارن عندما تقارن بردن بغدادي عندما تقارن في النتائج المتخابات والأندية تقارن فرق كبير تشوف فيدرالية جنوب إفريقيا فيدرالية يعني قوية جدا من الأموال عفوال على المقاطع الله ينعماليك العكس إيجابا هذه المادية وهذه البحبوحة المادية على كرة القدمة المحنية دوك دوك شوف حكيم نجم كونه صراحة نعم تفضل دوك نحن الشعب الجزائري نحبطوا نديروا صندقش في الشارع ونشوفه ونقول له وش تحب الفريق الوطني تاك يكون في أعلى قيمة ولا أولى الفيرق تلقى 90% الشعب الجزائري يقول لك أنا نحب الفريق الوطني هذا ليه الفريق الوطني حكيم الفريق الوطني هو هو سيلفيدرين تعم بسيلفيدرين في دراسيون نعم غير منطق هذا لا كيفاش غير منطق المنطق هو أنه يقول لك وش نعكس إيجابا ولا سلبا على رياضة محلية نقول لك لا 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 اسمح لي اسمح لي عندما تكون نتائج نعم أراني جايك خليني نكسبيكي عندما تكون نتائج إيجابية في الفريق الوطني هذا ينعكس إيجابين على الفرق لأنها تكون فيها دي ريبركيشون نعطيك على سبيل المثال ماذا أدى اليوم إلى باريجانب لفاقصيف أنه اليوم سبح بطل إفريقيا أنا نقدر نقول لك سي دون نكوني سي دون نا كنتينيوتي دون مانير اندريك دي ريزيطات دي ريزيطات دي ريزيطات دي ريزيطات خليني نروح نعم ريزيطات سعودوا لك خليني نروح بعد ربما نشاف تقرير لاتفاقية لاتفاقية شراكة اللي عملته مؤسسة أوريدو للاتصالات مع ريال مادريد اتفاقية غير مسبوك لها طبعا بعدما نعود نوليو مع ضيوف الكرام ويلتحق معنا مباشرة مصطفى معزوزي تفضل المكان قلعة سانتياغو بيرنابيو الزمان الجمعة السابع والعشرين فيفري الفين وخمسة عشر الحذة أضخم اتفاقية في تاريخ كرة القدم الجزائرية بين العملاق الإسباني ريال مادريد ومؤسسة أوريدو للاتصالات والهدف واحد الدفع في عجلة كرة القدم وتطوير السحرة المستديرة بالجزائر من خلال تكوين أجيال المستقبل ريال مادريد بالجزائر هي حقيقة بعدما ضلت عدو أمنيات الشارع الجزائري خاصة أن النادي الإسباني زار عددا من البلدان في العالم لكن مع أوريدو التي تؤكد مرة أخرى سعي هونيتها الحقيقية في مساعدة كرة القدم الجزائرية بعدما ضلت لسنوات رفيقة المنتخب الأول ها هي الآن توجه اهتمامها نحو التكوين أساس كرة القدم من خلال عقد شاركة سيربطها بالعملاق ريال مادريد شاركة ستكون من شأنها تكوين وجيال صعيد ومنتخب وطني 188 غير معتمد على تكوين الأجنب والمدرسة الفرنسية التي نلهت وراءها لإقناع لاعبين وبل مكون من لاعبين مكونين في الجزائر تحت إشراف مؤطرين من ريال مادريد وسيكون في المستقبل القريب بلومي وماجر وزيدان وعصاد وأخيين وتشكيل منتخب متشبع بالروح الوطنية وليس إبرام سافقات وعقود الإشهر مقابل الانضمام إلى المنتخب أريدو ومن خلال عقدها مع ريال مادريد ستضمن تكوين السليم والصلب المبني على أطر صحيحة وهو ما يتمناه كل جزائري لأن الأملنا من انفضار قبول لعبين تمثيل المنتخب الوطني بتكوين فرنسي ومسلسل فقير وقبله الكثيرين من الأسماء خير ذليل أريدو لم تنسى شركاءها وضمين تواجدهم بالبرنبي على همش مباريات الميرينجي من خلال مسابقات تنظمها بالإضافة إلى انتلاك حقوق الإشهار لنجوم الريال وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة الجزائرية تخرج للعالمية بفضل أريدو ويبقى الهم الأكبر تكوين وضمان خير خلف لخير سلف وإعادة النظر في سياسة التكوين للكرة الجزائرية والاقتباء بمن يسبقوننا بقرون في عالم التكوين والكرة طبعا اتفاقية شركة غير مسبوق لها وتوقفت كنت استحدث رضا عباس ربما عن تقدم ربما وكأنه انعكاس إيجابي رشيد عباد للمنتخب الوطني على كرة القدم محلية أنا ما نوفقش ربما رشيد عباد لأنه ما شفنا ولا شي على كرة القدم محلية طبيعة الحال ما نقدرش نخبوس بالغرب الكرة الجزائرية نعترضك على البطولة الوطنية رحي في أزمة كبيرة رحي العنف كالمشاكل الفرق رحي كل الشركات الشركات التجارية الرياضية كلها مفلسة بما فيها اتحاد العاصمة لعبين لعب محلي ما كاش تكوين ما كاش ما دارس انقرضت لعبين ما كاش حتى أن المنتخب الوطني المنتخب الأول المنتخب الأول ما فيه أي لعب محلي باستثناء ربما أنا ما نحضره على جابو ولا سليماني ولا السوداني اللي تنقلوا إلى دول أوروبية باش يطوروا ولا كما جابوا رحي هذا ما يعني وش يعني أن ما كاش إرادة بس نكون أبعد من ذلك لأنه الاتحادية الجزائرية عندها دور وش نهو الدور هو أنها تطور كرة القدم الجزائرية معامل مع الرابطة الوطنية الرابطة الوطنية هي لي ما ستلعب دور تاها لماذا لا تلعبش دور تاها نعطيك مثالنا لا تلعبش دور تاها لأنه كين محيط متعفن مع سامحهم الله دور الأساء ما راهمش يعملوا من أجل مصلحة الكرة جزائرية كل واحد را يعمل المصلحة التاوي كنا نقصروا في الكواليس قبيلات كنا نهضروا أنه رو روا كإنسان ديكتاتوري إنسان متسلط إنسان كده لكن انتك تشوف قدامه أمامه الناس بنيويوي ليقولوا غير نعم نعم سينورمال يتسلط نعطيك أنا مثال مرة ما عنداش بزاف وين كان إشكالية بين متعاملين تعال هاتف النقال فيما يخص سبونسورين باش يدعبوه تعال كأس الجزائر كل أنا نشفه تلاقينا ما وحد ثمان رؤساء عندي نعطيك المتال باش تفهم مش مع أنتها الموحيط المتعفن لأنه صحيح نروره ما يقلش يتسجم كلش لأنه كان الموحيط متعفن والموحيط المستوى هابط على المستوى ليسط له الاتحادية الجزائرية هذه المتالات كانوا ناس خمسة رؤساء أو سبعة رؤساء تفهموا بلاتهم أنهم ما رحش يدعبوه بهذا القامل سعى المتعامل الهاتف النقال صحيح يقلوا تفهمنا وداروا الديسيزيون كلش يخرجوا من الرينيون قدامي الناس كانوا بريزيون ديو كلاب ما كان نسموه يعيض البرزيون ديو كلاب أسمع يا رأي الحاج أنا ما شني معهم في الرينيون أنا رأي أمام رأي أمام هذا منطقي هذا منطقي أنه مكاش 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 استراتيجية شوف نعطيك نعطيك مثال سمحني 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 نكمل لك لازم تكون هي إرادة سياسية باش نسقمه نعطيك مثال كي كانت إرادة سياسية باش المنتخب الوطني يكون عنده إمكانيات كبيرة ولا يتعند إمكانيات كبيرة لكن الآن يكون حبين نحن نديروا إرادة سياسية باش نسقموا الفوتبولات الجيرية ونحاربوا العنف ونديروا والله غير نعم ريد عباس قبل عزيزيون برق ربما أرحب مصطفى معزوزي مصطفى معزوزي نساء الخير مرحبا بك وصلت متأخرا ولكن أنا عارف ربما ريد عباس تطوير قادمة وش من صلاحية الرابطة الوطنية من صلاحية في الدراعة عندما تكون عندها بودرية في النية قوية لأن في السنوات الأخيرة نحن لازم نقولها اليوم صراحة كان جز راحيزيون برق 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 المترجم للقناة 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 هي الاجتماعي لن أرسلتهم من المنزل لتحضر أمساق قد تحضر تحضر أمساق فتحضر انا سالة شجمات ثانية لا يجب أن نقوم المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وزارة رياضة وزارة رياضة وزارة رياضة اليوم تتحمل مسؤولية ونحضرنا هنا ودروا ان فوروم جسد أبريلا مرض إبو سي الله يرحمه ونجيز كالا في بي تربيت خلوخ ريض عباس نعم حتى يكون ربما كل واحد عنده اليوم كان حاجة وزارة شباب وزارة رياضة وحدت قلق قلق ما نقول ريضة رياضة لست في منذ النظر ربيت دفل ربيت دفل ربيت دفل ربيت دفل ريالة رياضة ونحضر لفتبول لانه مبعه لفتبول منه سي راحد ربما نقول اليوم نشوف الوغروم والوديا وينجي دي زامي ستقوني بالله ستقوني بالله قبل القتال من دي كابي حابة دي كوتي دي دوش مسكين يبكي يحب مولوديا يبكي تعرف وين نشوف قراوي كي توشكات سنترنت مليون ما يشمخش لما يوتعو برانجر مسكين حتى رابطة تتحمل مسؤولية لأنه حدث ربما سقف أجور اللاعبين والآن هي من ربما خلفت هذه الأمور ريد عبد في كلمة حتى زائل ريد عبد سمح لي دوك مسؤولية سعود لي رشيد عبد من اذكر من ميتا الحياء المحتراف الاحتراف وليش نجح لفل جزائر هل هي قضية اتحادية ولا قضية رابطة هي قضية دولة لأن الدولة عندما كان عندنا قوالي لازم قبل الفين وخمستاش قبل الفين وخمستاش لازم ندخلوا الاحتراف نحن ندخلنا الاحتراف بـ 16 نادي 22 وثلاثة 32 32 نا نهتلك على القسم الأول لكن أسمع نادي محترف ما عنده أسطاد ما عنده موارد مالية ما عنده مين واسنه هو أعطوه ربع شركات أعطوهم الفرق المعينة رشيد عباد هذا هو التفريض نصردين بغدادية ويهضر على قرباج شوف الناصر نتفاهموه نهضروا نهضروا صراحة رئيس رابطة تكلم معي أنا ودر انترفيو معي أنا في ليبرتين على الخميس وتكلم بقناعة وقال لي بالحرف الواحد يا رشيد ما نزيش نرب ضربة في هذا رغم أنه رشيد عباد رشيد عباد رشيد عباد رغم أنه تصريح سابق له قال لو ينسح محمد روراوة سأنسحب أنا وبالتالي نفس الجيل باب لمحمد روراوة هو لي رأيس رابطة أظن هذه المرة أنه سينسحب نهائين من رابطة من رابطة عكس حديث بردالي لأنه أنا ماشي عكس حديث يا أخي يشوف يا أخي يشوف رشيد تفضل لرشيد نعم تفضل رشيد حتى أعطيك تفضل رشيد عباد تفضل رشيد عباد جمعية العمال الرابطة نعم نعم سيعلن عنه الرسمي الرسمي في الجمعية العمال المستقبة يوم الأربعة يوم الأربعة القادم في الأخر يعلن على انسحابه وكما تكلمنا رايح نائب رئيس بالفاوز يقلي اللي راح يسمي بتاتر هنا كان بعض 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 المعلومات تقول أن يقدر يزيد بتاتر يكمل هاد لديموال يبقاو بتاتر يعلن لكن يقدر يكمل لديموال لسيزول ويساح بناء ين ونا تندن دعو 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 نعم نعم نعرج على حدي أخرى لو كان نكم مر لهم اجر جو لفوتبول الجرية يا جماعي فو پا سنبرير لو طابلو ونا تندون سابالي دلاجيريا دي شغل كلي سومالي زير سي لاجيريا يا سي محمد سي لاجيريا بيتم معنى الكلمات اليوم نحبوش اليوم لاجيريا دي يرجعوها اليوم لكاليوم نقارنوا نقارنوا اليوم نقارنوا اليوم لاجيريا مردية الجزائر مردية الجزائر الهزمت في النيجر اتحاد العاصمة الهزم بثلاث أهداف أمام الفولح تشادي العلمة تنهزم بهدفين لواحد أمام سان جورج الأثروبي هذه النتائجة أمامك تؤكد أنه قرأت قدم الجزائرية في القمة اسمح لي نعطيك مقارنة برك ونحبس لو كان ناخدوا الجزائر بالأكزمبل والمغرب والتونس المغرب والتونس لا إكيبا سونال لا كلاب لا فورماسون ونحبس ونحبس الناس لديهم رب يعلم نسمح لي 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 اشتركوا في القناة في مصر. اسمح لي. اسمح لي. أهلي المصر. خلينا كوبا في لك. فريق الوطني تعنا راح فينا. ويتام دو فينال كوب ديموند. وفاقستي فاس ببطل أفريقيا فاس بالسوبر فالبطولة ليران اليوم كريتيكو فيها صدرت أربع لعبين رميل لعبوا في أربعة سنوات الأخيرة في في أوروبا. مصطفى عزيزي. سليمالي. ذلك في أرض الواقع لا. ما يقولوه رشيد عباد. ما يقولوه رشيد عباد. المترجم للقناة 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 دلواء اليوم قلت لك لذلك لذلك لا يستطيع افترض صحيح لذلك لذلك افترض لذلك لماذا لا يستطيع افترض لأنه يوجد افترض او سيكار بجال لا يستطيع افترض 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 نصر الدين بغدادي ربما الحديث على حتى لا نحصل ربما على الأشخاص وحداتهم ولكن حتى المشاكل لما يقول حكم مثلا بن براهم يدير مبارتين لنصر حسين داي مثلا في امام دفاع تجنات وامام مولودية وهران هذا امر ايضا غير منطقي وبالتالي ايضا الرابطة تتحمل جزء من المسؤولية تفضل سحر افترض 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 بن براهم وشهد الله شهد الله تفيد الهدايا 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 افترض جيك سي اللو جيك البالح كم براز من تحمل مسؤولية سي باسي قربا جيك المسؤولية سي تحمل مسؤولية سي لا كومي سي دار بي طراج لكومي سي دي زين ي دار بي طراج زيد دون عسل في قربا ج كول افترض افترض اه لا رامو قربا جور دل اسم وكأنك لا تحمل المسؤولية للرابطة الوطنية لكرة القدم انا انسان انا اقول لك رسول دين بغداد اتفضلك لما تتحدث على الرابطة الوطنية وكأن الرابطة الوطنية كرة القدم محلية راي في مستوى راقي وعالي لا يحدث رابطة وطنية تصير عندها تصير برنامج لليغ ا لليغ دو كالا كوميسيون ديسيبلي الان ديبوندان الان كوميسيون دربي طراج الان ديبوندان سمحلي الفي بارتي دلافاف وقبيلة حضرت معاك قلت لك اليوم نزيد نعاود ونكرر باش نخلط نخلقو ديبوندان نظر نخلط ديبوندان قلت لك كينا ينسمي اكثر ديبوندان لك مرس اليوم المسؤول لول على قرارة القدم وعلى لديو لديو وليل 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 تعلن نتا ني 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 ريدا ني مستفا ني راشد ني 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 المسؤولين هم الان المسؤولين لديو اليوم سي اليوم يروحوا يعطوا سي تريد الصلاحية لكل تولي للرابطة لكورة القدم ريدا عباس ولكن الرؤوس الاندية يتحمل مسؤولية والرابطة تحمل والفاف تحمل قبل ان اغلق هذا الملف طبعا لانه كلهم يتحملون لانه لما تشوف الجمعية العامة العادية للرابطة او الاتحادية الجزائرية كلهم يرفعوا يدهم وكأنهم في مجلس الشعب انا قلت هذا مقبل انا ابدأ نروح ابعد وش قال المصطفى مصطفى رو منحاصر فرا ورا ورا ما عندوش قال لبوور لازم يكون هو لازم تكون هي ارادة سياسية من فوق نعطي كلام متين ومش نتفاهم بعد مقتل ابوسي في الجولة اللي جات بعد مقتل ابوسي كل الاشياء كانت عادية ومت في ميجال ما تطرتكش صح ولا لا مش صح ومبعد غير شوية هكدا او رو رو وليدر ما ملي بريسي يكونوا بديفون تحملهم المسؤولية بصلا ما عندهم مش ما عندهم مش صلاحيات نعطيك شبيب تقابل او ياهدر مصطفى ما صاد ما عندوش صاد كاريه ليش ما مولوديا مولوديا عارق نادي ما عندوش صاد شكون هذو هذو يتحمل مسؤول تحملها رو رو ما يتحمل تحملها الدولة لو كان نحب ندير سياسة مليحة باش نسجم الفوتبولجير نقدر نسجم الفوتبولجير رشيد عباد تربص المنتخب الوطني رح يكون بالنسبة للمحني تتوقع أن تكون أسماء جديدة ربما تدعم المنتخب الأول لا أنا نظن لو كان لو كان نخذينا لكزون على رببليك ديبوكراتيك جيكونغو نقول لك اليوم في هذا البلاتو بلي رببليك جيبوكتراتيك سيمستفى لحقو دمي فنال عفك لجوار لوكو رببليك ديموكراتيك جيكونغو لحقو معك لجوار تأتي مازنبي في تاكلب داروا ميكساج ووصلوا دمي فنال لجوار لوكو أنا اليوم نحمل المسؤولية اللي اسمه الناخب الوطني لأن الناخب الوطني أول مرة في تاريخ ايات كسفيقية ما يديش لعب محلي 23 لعب كما قال مصطفى لوتيوب مصطفى كان قادر أنا اليوم نسأل كيفاش اليوم فريق ساقسطي فباطل افريقيا ما عندوش لعب واحد في الفريق الواتسيق المرمال ريضا هذي هذي كتك لا يوجد لحد لعبي محليين يستحقونا ربما في المتخب الوطني الأول كل صراحة نعم لا يوجد ربما 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 في غنية السيوائية حتى اللعبين معترفين لا يوجد نفو أفريكا نعم مصطفى مخداد اذهبوا أنا جدي في كيكون أنا عايش فلسطن حق وقسموا بله يدي جوار لوكو كي نوري نوري او جوار دولا دي شوف اقول لك كنت وبرني لكي بلسطنال دو 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 لا شرص ادي لوكو تديزوش لاتناتك اسمها اقول لك عجل نعم شوف البارع رح تشوف النات والمسيو رح شوف الافيرتيوز دو نقاش رح تشوف الدرار جاف هل يتواجد في المتخب المحلي نعم مصطفى معزوزي حتى نغلق الملف كرة القدم الجزائرية لحد الآن وكأنه فيه خلاف كبير لأن الاتحادية ربما لم تطور المتخب حاليا لوكو المتخب المحلي الآن يقول لك النور رابط تحمل حتى نغلق الملف اليوم رمال شب كوف تتعوى بسيسر عجل لأننا لاننا لن نمتخب الان قلت有 مجر يوم 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 كله مهجمو بالشعب يجب عليك بيده سنرى لدينا من السلقة ستجل ستجل حالاً 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 طويل مستمل ستجل رحيد لذلك ربما هو في أجب السباة ستجل سعيد سنبال سننم لا يمكنني أن أعطي هذا هذا ينتهي في المدرسة الولايات المتعاملة في الفتبول لتعجب الوحيد سيطرة 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 ومع المدرد أنه لا يوجد المدرد لا يوجد المدرد سيطرة ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً لكم على طيب المتابعة كان معنا ريض عباس من صحيفة الخبر وأيضاً نصر الدين بغداد نائب رئيس الاتحادية الجزائية لكرة الخدم سابق وأيضاً أشيد عباد من صحيفة لبرتي وأيضاً مصطفى معزوزياء الإعلامي كنت سعيداً بتواجدي معكم في لقاء مقبل بإذن الله إلى اللقاء